اليوم اللجنة النسوية اجتمعت اجتماع اللجنة النسوية الغاية منه حددوا رح نشاهد الصور حددوا اللجنة النسوية اليوم انه المباراة النهائية اللي رح تكون بين اعتقد يعني نفط الشمال ورح تكون بين القوة الجوية انا بس اريد اسأل سؤال هل يؤقل من اتحاد كرة قدم اتحاد محترم اتحاد يقول الكابتن عدنان درجال ويونس بحمود وغانم عريبي وبقية هل يؤقل دوري نسوي على مدار موسم كامل من ستة اندية ليش ليش ما تجبرون الاندية تشكل بنسوي لو بس تريدون تقدمون دعاوي ولازم ما تحجون علينا وكأنما انتو منزلين من السماء ما عدكم اخطاء لو تريدون الدوري فقط يروح النادي واحد وهذا ما ذكرته في بطولة المنتخب قلت لكم يا ناس يا عالم ترى البعض باللجنة النسوية هو مو استحقاقهم يعمل وهم مو اختصاص رياضة كرة قدم وده يعملون عليه من اجل مصالح شخصية ما حد يصدق يا ناس يا عالم ما يصير لاعب الصالات يلعب بالمكشوفة ما حد يصدق وكل هذا الحدش اللي نحشيه يطلع لك البعض ويقول لك انت ليش شدوا ياهم وانت لان ما اخذوك سفرة وانت ما اعرف شنو على اساس السفر هو بعشر شدات اذا اريد اروح للسعودية هي حتى صارت بربعمائة الف دينار ما على اسف من نحشي ونتحدث ونقول يا با اكو اخطاء مو يا هول يجي يقود رياضة صدقوني اكو ناس ده تعمل المصالح بالنسوي صدقوني يا ناس يا عالم ولا دوري عراقي محلي لكرة القدم النسوية ست منتخبات زينها شو رح نطلع ست اندية زينها شو رح نطلع منتخب شو رح نطلع منتخب شو رح نطلع مدرب منتخب شو رح نطلع جيل زين انتو اليوم البقية المنتخب ناشئين منتخب شباب وين الخطة ماتة وين دورية وين معسكراتة وين شغلة غيرتو تريدون الحقيقة لو انتو جاي تاخذو الرواتب وبالسفرات يعني كل من ياخد جماعة توي رح يسافر وذاكو معسكر نروح نسوي معسكر نصرب بيمية ومية وعشرين مليون وخمسين مليون وميتالف وغيرا وهذا شغلة اللجنة النسوية اللي تقولوا ليش نتحدث عنها هذا رح نتحدث عنه الغاية انه النهائي الفريق الفلان يلعب بالدوري النسوي هاي قل غايتهم صدقوني يا كابتن عدنان درجال وقلت لكياها واذا هاي اللجنة تبقى بعد عشر سنين نفسه هو هذا الفريق ياخد دوري نفسه هو هذا الفريق وانت شون تعرف تضارب المصالح من خلال هاي الأمور وحشيتوا ياكم وطيناكم دلائل على أخطائكم يعني احنا حتى لا تأخذوها بغير نظرة على أخطائكم كافي أخطاء اللجنة النسوية يا كابتن عدنان درجال يا يونس محمود المحترم يا كابتن علي جبار الله يخليكم غيروا هاي اللجنة روحوا جيبوا أشخاص يعملون هما كانوا بالنسوي روحوا جيبوا دكاترة روحوا جيبوا من كردستان ما عرف شون نحشوا ياكم وبالغة تحرموا لي لاعب بالصلاة وبالمكشوفة ما يلعب هو أصل يلعب مكشوفة هاي شون هاي ما عرف يعني سياقكم شلون ما عرف يلا مبروك الدوري للي رح يأخذه هو معروف منه يأخذه بزود من يقود اللجنة النسوية